موسيقى رئيس الوزراء الاثيوبي يصل الخرطوم للتوسط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مكالمة هاتفية اجرها مع نظره الياباني نتنياهو يشدد على ضرورة مواصلة الضغط على ايران وجزائريون ينظمون تظاهرات احتجاجا على التنكر لمطالبهم حول الانتخابات الرئاسية مجزو الاخبار من اي 24 نيوز اهلا بكم تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو هاتفيا مع نظره الياباني شينزو ابي ليناقش طرفان الزيارة المرتقبة لابي الى ايران واشدد نتنياهو على ضرورة مواصلة الضغط على طهران بهدف وقف ما اعتبره عدوانا لها في المنطقة هذا ومن المفترض ان يصل ابي طهران الاسبوع القادم في عقب مبادرة الاخير للتوسط في الازمة الايرانية الامريكية وتهديئة التوتر الناتج عن هذه الازمة في الخليج الفارسي كشف الجيش الاسرائيلي نقاب عن احباط عملية تهريب مواد قتالية من قطاع غزة الى شبه جزيرة سيناء المصرية وبحسب البيان الذي نشرته القوات الاسرائيلية فان قاربين تابعين لحركة حماس محملين بمواد انتاج صواريخ دخل المنطقة المحظور على الفلسطينيين دخولها وهناك اوقفهما سلاح البحرية الاسرائيلي قبل اعتقال اربعة اشخاص كانوا على متن القاربين ويضح الجيش الاسرائيلي ان المواد كانت عبارة عن اربع وعشرين حاوية تحتوي على الفايبرغلاس التي تستخدمها حماس لانتاج الصواريخ وعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي بالعدول عن قرار زيادة راتبه ورواتب الوزراء وقررت الحكومة السابقة سرا زيادة رواتب اعضائها بمبلغ لا يقل عن الفي دولار للمسؤول الواحد الذي اثار ردود فعل شعبية ساخطة فيما اعلن المبعوث الاممي الى المنطقة نيكولايم لادينوف عن تحفظه ازاء هذه العلاوة وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية خانقة لسيما بعد رفضها استلام عائدات الضرائب منقوصة من اسرائيل فيما تصرف حاليا نصف رواتب الموظفين العموميين وكامل رواتب الاسرى وذوي منفذي العمليات اعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم مقتلى ثمانية عناصر من تنظيم داعش ممن شاركوا في كمين نفذه الاخير الاربعاء الماضي جنوب العريش وبحسب البيان الذي نشرته داخلية فقد توصل الجيش الى معرفة المواقع التي اختبأت فيها هذه العناصر باحدى مزارع العريش قبل محاصرتها والاشتباك معها وكان الهجوم الذي نفذه عناصر التظيم قد ادى الى مقتل ثمانية جنود المصريين ليصل عدد القتل في صفوف القوات المصرية الى ما يقل عن خمسين عسكريا منذ بداية العام الماضي ممن قتلوا بأيدي التنظيمات الجهادية اعلنت الامارات ان دولة معينة تقف على الارجح وراء الهجمات التخريبية التي لاحقت بالسفن التجارية والنفطية التي تواجدت بالقرب من سواحلها واسط الشهر الماضي واضافت ابو ظبي انه وفق النتائج الاولية للتحقيق الذي اجري حول الموضوع فانه لا يوجد دليل حتى الان يثبت تورط ايران في الهجمات يجري هذا التحقيق كل من الامارات والسعودية والنرويج التي تمتلك احدى الصفن المعتدى عليها وتمد هذه دول اعضاء مجلس الامن الدولي بنتائج التحقيقات من جهته قال نائب السفير الروسي لدى الامارات فلاديمير سافرانوكوف انه يتوجب عدم التسرع في الاستنتاجات انتقدت ايران دعوة الرئيس الفرنسي مانويل مكرون الى بدء مفاوضات جديدة تشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية ونفوذها في المنطقة وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان طرح قضايا خارج الاتفاق النووي لا يساهم في الحفاظ على الاتفاق كما انتقد الاطراف الاوروبية مشيرا الانه رغم مواقفها السياسية تجاه الاتفاق فانها فشلت في الوفاء بتعهداتها بعد انسحاب واشنطن منها من ناحيته صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان لا احد يحضر مناقشة برنامج ايران الصاروخي موضحا ان هذا ليس سببا لتقويض الانجازات السابقة وصل الرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد العاصمة سودانية الخرطوم اليوم ضمن مساعن للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وكانت المحادثات بين هذين الجانبين قد انهارت في اعقاب الفض الدموي للاعتصام الرئيسي المنظم عند القيادة العامة للجيش السوداني حيث تفيد قوى الاحتجاج ان عدد القتلى وصل الى 108 وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت اليوم ايضا ياسر عرمان نائب الامير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان واحدى مركبات قوى الحرية وتغيير وذلك بعد اقتحام منزله فيما لم تفصح القوات السودانية عن اسباب القاء القبض عليه توافد مئات المحتاجين الجزائريين نحو مركز العاصمة الجزائرية اليوم او ليوم الجمعة السادس عشر على التوالي التظاهر التي ينظمها الجزائريون اليوم ستكون الاولى منذ الغاء الانتخابات الرئاسية ودعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الى الحوار لاجراء انتخابات عامة قريبة ويعتبر المتظاهرون الجزائريون الخطوات الاخيرة بالطعن في الظهر وانهم انتزعوا بداية هذا الشهر قرارا من المجلس الدستوري يؤكد استحالة اجراء انتخابات الرئاسية في الوقت الراهن لعدم وجود مرشحين جادين وتنفيذها في الرابع من تموز يوليو الا ان القرار تم الغاؤه افض المرصد السوري لحقوق الانسان ان 83 شخصا قتلوا في الـ 24 ساعة الاخيرة اثر المعارك المندلعة بين الجيش السوري وفصائل جهدية ومعارضة قرب محافظة ادلب شمال غربية سوريا هذا وتشن الطائرات الروسية والسورية غارات على اهداف قرب ادلب المعقل الاخير للمعارضة السورية المسلحة وكذلك لتنظيمات الجهدية فيما اعتبر انتهاكا لاتفاق خفض التصيد الذي تم التواصل اليه في مصاري استانا وتتهم دول على رأسها الولايات المتحدة كل من سوريا وروسيا بقتل مئات المدنيين العزل في محيط ادلب يشر العاملون في المجال الانساني بالقلق العميق من الاعمال العدائية المستمرة في شمال غرب سوريا تعرض المدنيون والبنية التحتية المدنية للهجمات بذلك الغرات الجوية والقصف المدفعي والقنابل وقد اصفرت الاعمال القتالية عن مقتل مئة وستين مدني على الاقل واصابة المئات افادت شعبة الاعلام الحربي لما يعرفوا بالجيش الوطني الليبي ان قوات المشير خليفة حفتر شنت امس ضربة جوية هي الثانية خلال يومين على القسم العسكري من المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلوس لتدمر طائرة مسيرة تركية يذكر ان حركة الطيران المدني في مطار معي تقي ما زال مستمرا رغم الاعمال القتالية هذا وتحاول قوات حفتر السيطرة على طرابلوس وانتزاع السيطرة من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا الا انها لم تتبكن حتى الان من اختراق دفاعات الضواحي الجنوبية للعاصمة نبقى في ليبيا حيث اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير وحدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي هذا الاسبوع ما اوقع ثمانية عشر قتيلا نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين امريكيين ان واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيرين الاتراك للتدرب على مقاتلات اث خمسة وثلاثين في مؤشرين على تصاعد الازمة مع انقرة بخصوص اعتزامها شراء منظومة اس اربعمائة الروسية ولم يستبعد المسؤولين تراجع الادارة الامريكية عن قرارها في حال عدلت تركيا عن خططها لشراء المنظومة هذا وتعارض الولايات المتحدة شراء التركيا للمنظومة خشية من تشكيلها تهديدا امنيا على الوسائل القتالية التابعة لحلف شمال الاطلسي دع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الى اعادة النظر بدور الدولار في النظام المالي العالمي معتبرا ان العملة الامريكية اصبحت اداء ضغط او اداد ضغط تستخدمها واشنطن وجاء تصريحات بوتين خلال منتدى اقيمة في سانت بودرسبورغ بحضور الرئيس الصيني شي شينيبينغ حيث اتهم بوتين واشنطن بالسعي وراء بسط نفوتها على العالم من ناحية اكد الرئيس الصيني ان بلاده مستعدة لمشاركة خبرتها في مجالات تكنولوجيا الاتصالات وخاصة الجيل الخامس ويت هذا كله وسط منافسة شرسة مع الولايات المتحدة والتي ادرجت مجموعة هواو الصينية للاتصالات على قيمتها السوداء كما تطالب دولا عدة بعدم استهلاك منتجاتها هذه هي طريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة ويسفني ان اقول اليوم انها تمدد سلطتها القضائية في جميع انحاء العالم بالمناسبة لقد تحدثت عن ذلك بالفعل منذ 12 عاما هذا النموذج لا يتعارض فقط مع منطق الوضع الطبيعي للتواصل بين الامم في واقع العالم المعقد المتعدد الاقطاب والاهم انه لا يواجه تحديات المستقبل وبهذا نصل المشاهدين الى ختام هذا الموجز الاخباري شكرا لطيبة المشاهدة ولا اللقاء